نصمم إنه يكتبها له بلغته أول ما أخاد المايك عشان نتكلم تمنى الشفاء للسير أليكس فرجسون منافسه العنيد والعتيد لسنوات ليست بالقصيرة فالملعب كله ضج بالتصفيق أعفكرة أنا اتفرج على الحاجات دي أكتر من اتفرج على ماتشات الكورة نتركوا فيه ماتشات كي أبعرفش أتفرج عليها بعدين اتكلم قال لهم أول حاجة أنا مشجع فأنا مشجع أرسنالي واو أنتوا بقيتوا جزء من حياتي أنا سعيد جدا بالفترة اللي قضيتها معكم أنا عشت هنا أجمل لحظات عمري كلام كله يعني طبعا محمرة زي ما بيقولوا بس متماسك متمالك مقدر هيبة الموقف في وسط الممرض الشرفي بيتكلم والناس قطعته سبع تمن عشر مرات بقى نتجه إلى دايرة السنتر راح محايا الناس كلها بعدين عمل لفة على كل الملعب عشان يحايا الناس ويخرج فيه أجمل فيه أحسن فيه أروح صورة سيبك من الفترة إنها تنين وعشرين سنة ويسيبك من الهجوم اللي تهجمه أو الإشادة اللي تمت الإشادة به إيه دا؟ إحنا أخلاقنا فيها دا وأحسن إحنا عندنا بالإضافة للشهامة والجدعانة الطيبة بس مش عارف إحنا نسيناها ليه يعني لما تيجي تمشي مدرب يا أخي ما تكرمه وتكبره وتنجمه وده يخليني أقول للجمهور ما تنسوش حسام غالي يوم الجمعة سيح الظروف حكمت إن المباراة تبقى خارج مصر في الإمارات لكن وما أجملها الإمارات وما أحلاها وما أروحها من جماهير هناك من مسؤولين هناك وأيضا من جالية مصرية رائعة هتروح عشان تقول له متشكرين يا حسام غالي عايز أشوف المنظر دا عايز أشوف الممر